التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن استداماتها الاقتصادية وإزالة البعوقات الإدارية أمام المستثمرين وشدد الرئيس السيسي على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محليا كما اطلع الرئيس السيسي على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جميل الدين وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وبرنامج عملها وعلن رئيس مجلس النواب عقب التصويت على برنامج عمل الحكومة موافقة المجلس على منتهى اليه رأي اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج عمل الحكومة في تقريرها حول البرنامج وما تتضمنه من توصيات ومقترحات تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب بأن تكون كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت حول برنامج عمل الحكومة محل تقدير واعتبار من الحكومة وضمن أطر تنفيذ البرنامج وأعرب مدبولي عن تطلوعه لدعم مجلس النواب لبرنامج الحكومة والتعاون معه من خلال إصدار جميع التشريعات المتعلقة به مؤكدا أن الحكومة سترفع إلى مجلس النواب تقارير بصورة ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية لمتابعة عمل الحكومة بالتوجيه على نحو مستمر أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن انفجارا قويا مجهول المصدر وقع في مبنى بمنطقة بن يهودة في وسط تل أبيب وصل عدد كبير من عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان للتعامل مع الوضع وأشرت شرطة الاحتلال إلى أن أضرارا جسيمة لحقت بالمناطق المحيطة بموقع الانفجار في تل أبيب وعشرات السكان غادروا منازلهم وأكد الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأول يشير إلى الانفجار نجم عن سقوط طائرة مسيرة ولم تنطلق صفارات الإنذار مؤكدا أن الحادث قيد التحقيق الدقيق هذا وأكدت إسعاف الاحتلال الإسرائيلي أنه تم نقل شخصين إلى مستشفى إخيلوف في تل أبيب بعد إصابتهما بشظايا من مكان الانفجار أعلن دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري الأمريكي رسميا ترشيحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال كلمته في ختام أعمال مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية ويسكونسن الأمريكية وأكد ترامب أن الأمريكيين سيبدأون عصرا جديدا من الأمان والرخاء والحرية مشيرا إلى أنه يجب حل الخلافات السياسية ومواجهة كل التحديات من أجل الشعب الأمريكي وأشار ترامب إلى أنه سينهي أزمة الهجرة غير الشرعية مؤكدا على غلق الحدود واعتقال أي مهاجر يصل للبلاد بشكل غير شرعي وترحيله وعدم السماح بحدوث تلك الظاهرة مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية قالت مصادر مطلعة لرويترز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر بجدية في دعوات تطالبه بالانسحاب من الترشح لانتخابات الرئاسة فيما يرى عدة مسؤولين في الحزب الديمقراطي أن خروجه من المنافسة مسألة وقت هذا ويواجه بايدن ضغوطا متزايدة من شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي للانسحاب من الانتخابات بعد أداء ضعيف في مناظرة أمام منافسة في الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب مما أثار القلق تجاه سنه وقدرته على الفوز في الانتخابات